السيد الرئيس الجلسة والصديق العزيز نتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير ومن خلالكم إلى كافة السلطات في جمهورية الصين الشعبية على ما غمرنا به من حفاوة الاستقبال وكرم الظيافة وسخاء العناية في بلدكم الصديق يلتأم جمعنا اليوم في هذه الطبعة الجديدة من منتدى التعاون العربي الصيني ليقف وقفة تقييم بعد انقضاء عقدين من الزمن على تأسيس هذه الآلية الهامة إن تقييمنا الإجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية الصينية يملي علينا أن نلاحظ بكل صدق وقناعة أننا وفقنا أولاً في ترسيخ توافقنا السياسي وفي توطيد شراكتنا الاقتصادية وفي تعزيز تقاربنا الثقافي والإنساني وأننا وفقنا ثانياً في تحسين تموقعنا الجماعي على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين تماماً الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل المكرسة في ميثاق الإنسانية ميثاق الأمم المتحدة وأننا وفقنا ثالثاً وآخراً في بناء نموذج للتعاون والشراكة نموذج يمكن أن يحتذا به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالاً في الموازين وتراجعاً في القيم وتراكماً في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بنعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع وبناء على هذه النجاحات فإننا نرى ضرورة أن تضع الشراكة العربية الصينية نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية في وجه ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي طال أمده ومن جرائم قل نظيرها في تاريخ البشرية شراسة وبشاعة وفضاعة إن موقفنا المشترك تجاه هذه القضية العادلة يجب أن يؤكد اليوم على المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية وعلى مجلس الأم تحديدا فإن كان هذا المجلس قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمتنا الأممية وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة ولا يفوتني في هذا المقام أن ننوه بالموقف الصيني المشرف من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ومن القضية الفلسطينية برمتها وأن أشيد بدعم هذا البلد الصديق من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العوض العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد بلادي منذ يومين فقط فيما يخص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية أما فيما يخص الشق الاقتصادي للشراكة العربية الصينية فإننا نرحب بالنمو والمطرد الذي يسجله حجم المبادلات التجارية البينية ونشيط بانضمام جميع الدول العربية لمبادرة الحزام والطريق الطموحة التي أطلقتها الصين سنة 2013 وفي ذات السياق نتطلع إلى تحقيق المزيد على درب تعزيز الاستثمارات البينية بغية السمو بالشراكة العربية الصينية إلى آفاق أرحم وإذ طابع الاستدامة عليها من خلال نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا إلى اقتصاديات البلدان العربية ومن هذا المنظور فإننا نرحب ونثمن خطة العمل المستقبلية الثرية والطموحة التي تقدم بها هذه الصبيحة سيادة رئيس الجمهورية الصين الشعبية وفي الختام أود التأكيد على تمسك الجزائر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية الصديقة منذ سنة 2014 وهي الشراكة التي يشهد حاضرها زخما متزايدا ونموا متطردا في سياق تجسيد النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الصين منتصف العام الماضي إن روافد الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية تتمثل في الثقة والتفاهم والتعاون والتضامن وعلى هذه الأسس الثابتة والصلبة فإن بلدينا قد وفقا في تعبيد الطريق القويم لتعاون بينهما سيمته النفع المتبادل والربح المتقاسم والتكفل المتوازن والمتكافئ بمصالح بلدينا الصديقين شكراً لكم زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر